السلام عليكم يا ثامن ان شاء الله اليوم رايح نبلش في الوحدة الثانية وهي او الوحدة السادسة هي الكهرباء المتحركة او ما يمكن ان تسمى بالكهرباء او بالتيار الكهربائي اللي هو الفصل الاول مخطط الوحدة ان شاء الله او الفصل الى ثامن رايح يكون البطارية توجد في دارة مغلقة وظيفة البطارية لهي توفير فرق جهد كهربائي فرق جهد الكهربائي هذا يؤدي الى توليد تيار كهربائي التيار الكهربائي يمر في مقاومة المقاومة تكون يعني على شكل السلك او مصباح او اللي هي ممكن تكون رموز اخر ان شاء الله نتعلمها في الفصل الحالي ويمكن الربط بين فرق الجهد والتيار الكهربائي والمقاومة بقانون يسمى قانون اوم الدرس الاول مفهوم التيار الكهربائي ما المقصود بالتيار الكهربائي وكيف يسر التيار الكهربائي داخل دارة كهربائية مغلقة ومع اشكال التيار الكهربائي ان شاء الله رايح نتعرف على هذه الاهداف من خلال درس اليوم ادرس الشكل 6 الى 1 الذي يمثل شكلا توضيحيا لدارة كهربائية واجيبي عن الاسئلة التي تليه الشكل امامنا يا ثامن هو دارة كهربائية مغلقة درسناها في صفوف سابقة وتعرفنا كثير عليها اول اشي مكونات الدارة الكهربائية زي ما تعرفنا في الصفوف السابقة بتتكون من مصباح كهربائي بطارية مفتاح كهربائي واسلاك توصيل لماذا يضيئ المصباح الكهربائي عندما تغلق الدارة لما نسكر الدارة الكهربائية بالمفتاح سوف يسري تيار كهربائي داخل هذه الدارة الكهربائية اللي هي الشحنات الكهربائية مما يؤدي الى اضاءة المصباح ماذا تتوقع ان يحدث لحركة الشحنات الموجودة داخل الاسلاك عند ازالة البطارية لمنزيل البطارية بيبطل عندنا مصدر لتوليد فرق الجهد بين الشحنات وبالتالي سوف تتوقف الشحنات عن الحركة اذا الذي يجعل الشحنات الكهربائية موجودة داخل الاسلاك تتحرك او تسري فيه اتجاه مهعيا هو وجود البطارية او وجود مصدر فرق الجهد اذا البطارية وظيفتها توليد فرق جهد في الشحنات الكهربائية الذي يؤدي الى سريان الشحنات في هذه الاسلاك وبالتالي اضاءة المصباح الكهربائي تحتوي المواد الموصلة للكهرباء على شحنات كهربائية سالبة او موجبة فالشحنات السالبة هي الالكترونات في المواد الفلزية لكن في المحاليل الموصلة للكهرباء الشحنات الكهربائية هي الايونات اللي بتكون بنوعين يا اما سالب وموجب وتسمى حركة الشحنات في هذه المواد الموصلة في التيار الكهربائي درسناه في الصف السادس حكينا انه التيار الكهربائي هو حركة الشحنات في المواد الموصلة اي مادة موصلة ثامن بتكون بتحتوي على شحنات كهربائية يا اما موجبة وسالبة الشحنات الكهربائية هاي لما او الاسلاك مثلا تحتوي على شحنات كهربائية الاسلاك اذا وصلناها في مصدر فرق جهد مثل البطارية فان هذه الشحنات سوف تتحرك داخل الاسلاك وبالتالي حركة الشحنات هذه تسمى في التيار الكهربائي في القديم اعتقد العلماء ان التيار ينشأ نتيجة حركة الشحنات الموجبة من طرف الموجب ووصولها الى الطرف السالب داخل الدار الكهربائية وفي هذا الحين سمي التيار في التيار الاستلاحي اللي هو موجود امام الطلعولية ثامنة التيار الاستلاحي هو حركة الشحنات الموجبة من الطرف الموجب الى الطرف السالب وهذا التيار سمي في التيار الاستلاحي لكن التيار الكهربائي في الحقيقة ينشأ عن حركة الالكترونات اللي هي الشحنات السالبة من الطرف السالب للبطارية الى الطرف الموجب وهو ما يسمى في التيار الالكتروني او التيار الفعلي اذا التيار الفعلي هو اتجاه حركة الشحنات السالبة او الالكترونات من الطرف السالب الى الطرف الموجب اللي هو في الاتجاه الخط المتقطع ماشي ممكن اعجب لك يا سؤال وضح الفرق بين التيار الاصطلاحي والتيار الالكتروني او التيار الفعلي حكيت لكم قبل شوية ثامن تعريف التيار الكهربائي حكينا هو حركة الشحنات الكهربائية داخل موصل معين لكن احنا كبرنا شوي خلينا نعرف تعريف اخر هو كمية الشحنات الكهربائية التي تعبر مقطع الموصل خلال ثانية واحدة كداش عندي شحنات كهربائية قطعة موصل في ثانية واحدة هذا ما يطلق عليه في التيار الكهربائي ويمكن التعبير عن التيار الكهربائي رياضيا في العلاقة الآتية التيار الكهربائي يساوي الشحن الكهربائية على الزمن نرمز للتيار الكهربائي بالرمز تا والشحن الكهربائي بالرمز شين والزمن في الرمز زين والتيار الكهربائي يقاس بوحدة الكولوم مهم جدا التيار الكهربائي يقاس بوحدة الكولوم اسف اسف يا ثامن التيار الكهربائي يقاس بوحدة الأنبير الشحنة الكهربائية تقاس بوحدة الكولوم والزمن يقاس بوحدة الثانية سبب قياس التيار الكهربائي بوحدة الأنبير وهو نسبة إلى العالم أندري ماري أمبير وهو وجد التيار الكهربائي مهم جدا يا ثامن حفظ قانون التيار الكهربائي وتطبيق أمثل رياضية عليه مثل المثال موجود أمامنا مكواه يمر فيها تيار كهربائي مقداره 5 أمبير أحسب الشحنة التي تمر عبر المكواه خلال 5 دقائق قبل ما نبلش حالية ثامن لازم الزمن يكون في وحدة الثانية إذن يجب علينا تحويل 5 دقائق إلى ثواني كيف نحول دقائق إلى ثواني حيث الدقيقة تساوي 60 ثانية فنقوم بضرب الزمن له 5 ضرب 60 ويساوي 300 ثانية إذن نحول الزمن من دقائق إلى ثواني 5 ضرب 60 ويساوي 300 ثانية الخطوة اللي بعدها منكتب القانون تيار يساوي الشحنة على الزمن منطبق تطبيق مباشر التيار يساوي 5 اللي هو موجود أمامنا التيار يساوي 5 إذن التيار يساوي 5 بعوض مكانها بخمسة الشحنة اللي هي مطلوبة بحطة زي ما هي والزمن يساوي 5 دقائق حولتها من دقائق إلى ثواني اللي هي 300 ثانية إذن 5 تساوي 20 على 300 بضرب ضرب تبادل زي ما تعلمته في الرياضيات 5 على 1 بس شوي اللي هي 5 تقسيم 1 بضرب ضرب تبادل 5 ضرب 300 يساوي 20 ضرب 1 إذن شين تساوي 5 ضرب 100 وتساوي 1500 كولوم إذن الشحنة تساوي 1500 كولوم الآن كيف يمكن تركيب اللي هو أميتر وهو الجهاز الذي يستخدم قاس فيه ثامل بس شوي كيف يمكن اللي هو قياس شدة التيار الكهربائي يقاس التيار الكهربائي أو شدة التيار الكهربائي بجهاز يسمى الاميتر ونرمز له في الرمز A اللي هو الرمز موجود أمامكم هذا اللي هو رمز الاميتر وهو الجهاز الذي يستخدم لقياس وحدة أو شدة التيار الكهربائي ويوصل في الدارة الكهربائية على التوالي يعني كل هن اللي هن مكونات الدارة البطارية هون البطارية عندنا المصباح الكهربائي عندنا المفتاح الكهربائي والاميتر كل هنشبك هن مع بعض في سيلك واحد أي توصل جميع مكونات الدارة هنا على التوالي على التوالي لقياس شدة التيار أي الكهربائي بواسطة الاميتر وهو الجهاز الذي يستخدم لقياس شدة التيار الكهربائي وهذا درسنا لليوم يا ثامن يعطيكم العافية